ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في البنية مدريد قام مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وبالتعاون مع جمعية هذه هي البحرين فعالية بحضور ممثل الديانات ودبلماسيين ونخبة من الأكاديميين والإعلامين اسبانيا من الدول أنها مملكة في الحقيقة وهناك علاقات غوية بين المملكتين بين الحائلتين والحاكمتين وهذه العلاقات الحقيقة هي التي تنعكس من خلال فكرها ورؤيتها لهذا التعايش السلمي فاختيارنا في اسبانيا يعتمد على هذا التماثل وأن نرسي بعض التعاون فيما بيننا نتبادل الخبرات بيننا وبين المراكز الشبيهة والمنتماثلة مع مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ثم طبعا يكون هناك نعمل خطط والاستفادة من تجارب بعضنا البعض هالعمل هو عمل إنساني قبل ما يكون عمل ديني والعمل الديني يأتي بعدين على قول المثل الدين لله والوطن للجميع هذا هو ما لازم يطبق في جميع الدول العربية وطبعا في مملكة البحرين الحقيقة لأول مرة مثل ما تفضلت وحكيت أنه أول مرة أنا بشارك فيه بس بأعتبره عمل من الأعمال الإنسانية التي يجب أن تدبعها بقيت الدول العربية أيضا إعلان مملكة البحرين وكرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة سابيزا في روما ومركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ثلاثة مشاريع فريدة من نوعها كانت نتاج جهود فعاليات هذه هي البحرين وهو الأمر الذي أثار إعجاب الحضور هنا في مدريد كما وحصل على إشادتهم كونها تعكس الثوابت البحرينية الأصيلة القائمة على صون الحريات واحترام كافة الأديان البحرين تعد نموذجا مميزا للتعايش السلمي بين مختلف الثقافات والأديان واعتقد أنه من المهم أن يصل هذا النموذج الفريد إلى جميع أنحاء العالم البحرين تتواصل مع العالم لنشر ما تقوم به من خطوات رائدة في هذا المجال ومن الضروري أن تتبنى دول العالم ما تعيشه البحرين كمثال يحتذا به في التعايش والسلام زيارة مدريد جاءت لمد الجسور مع المجتمع الإسباني المتسم أيضا بالتعايش والتسامح وتأكيدا على ما تمتلكه البحرين في ممارسته ودعم مفاهيم التقارب الإنساني لا تزال عواصم العالم فاتحة أيديها لاحتضان تجربة البحرينية في التعايش والحرية الدينية أجل هي البحرين التي نالت تقدير العالم كبلد يحتضن التعددية وينبذ الكراهية من خلال قيم التسامح والتعايش المزروعة في المجتمع البحريني بسام لبدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين مدريد مدريد